أنا كنت مع أول شي فتح هواء الأو تيفي لكل الناس ومش نهينك يعني الناس اللي اليوم بيتذكروا هديك المرحلة أصدت أنا شخصياً أنه استقبل كل المعارضين النائب السابق بوترس حارب قال لا يرحموا نسيب لحوض النائب السابق فارس سعيد وكنا دايماً نواجه مشاكله وحوالت كمان أعمل شغلة تانية هلأ بلشوا أكتر من حدا يعملها أنه فريق الأخبار يستضيف أسبوعياً ضيف سياسي على طاولة التحرير يناقشوا بملفات ونحاول أنه هيدا كمان الضيف ما يكون من وجهة النظر بالنهاية تتقدر تفكر بدك تناقش بدك تحاول بدك تفكر مع الناس متلق من جدل إيه حدا ما بيحاول صوته ما بيحاول صداء فلا هذا كنت أنا معه إنما كان عم بيواجه صعوبات عند جزء من المزاج العوني والمزاج الجمهور صحيح مع أنه كانت إدارة الأوتي في وهون الفضل الكبير لرويل هاشيم مؤيد لهذا الاتجاه اللي كنت أنا عم بحلول كان بلش يصير في صراع بين رويل هاشيم وجبران بسيل لك ما بعرف بهذه المرحلة بس بلش يصير في مشاكل أحيانا بمجلس الإدارة أحيانا بفريق العمل بلش يصير في وضع غير صحي وغير سليم يعني كان شو الإنزعاج طبعا جبران بيحصل ما بعرف بالفعل يعني ما بدي هلا أقول أنه ما بدي أحكي لا عن جد ما كنت أعرف تماما شو اللي عم بيحصل بس أنه كان واضح أنه في حساسيات بلشت تتراكم ما ننسى أنه وقتها كان في صراعات بقلب التيار بين جبران وفرقاء آخرين يمكن الأوتي في كانت عم تحاول تكون على مسافة وحدة من الكل يمكن كان فيه نية عند حدا أنه لا بيكون هيدا التلفزيون منصة حزبية خاصة ويمكن مخصصة للتسويق لشخص الواضح أنه بلش يصير فيه تراكم لحساسيات أنت لم تستمر بالمرحلة أولا بإدارة الأخبار أصلا لفترة طويلة بقى عندك البرنامجين السياسيين أنا وقفت بالألفان وحد عشر نتيجة أول استضام صار بيني وبين بعض المجموعات اللي قصم منها داخل التيار وقصم منها كان يومتها بالأجهزة الأمنية اللي كانت موجودة وعلى علاقة معهم صار فيه محاولة ضغوط محاولة تمرير بعض الأشياء اللي ما كنت مأتنع فيها مثل شو مثلا؟ يلي انفجرت وقت قصصت سقوط الطائرة الأسيوبية إذا بتذكر ويوم مثل الموقف اللي عملناه بكشف مكانها هذا شي أزعج بعض الأجهزة الأمنية كشف مكان سقوطها؟ صحين هذا بشو أزعج الأجهزة؟ ما كان بده البعض ما كان بده لا يقوله وين ولا يقوله كيف صارت يوم متى صار مشكلة كتير كبيرة وحتى لمحتوا لعمل يعني أمني أو شيء لا لمحنا لتأصير كبير أوكي وتأصير رغم العلم الكامل بالمعطيات اللي كانت متوافرة أنه كيف نحن كتلفزيون نعرف والمعنيين ما بيعرفوا فالمهم أنه نتيجة تراكم يوم متى قلت كمان بالاتفاق مع صديقنا روي أنه بوقف أنا الأخبار وبيكمل بس بالبرامج وخلي يستلم حدثة بس قرار كان منك ولا طلب منك أن تتنحى عن إدارة الأخبار؟ لا لم يطلب يوم متى أنا وروي اتفقنا على هذه الصيغة وجبران بسيل وجبران بسيل بس أني كانوا تنعين فيه يعني كانوا معتبرين أنه أفضل لتمرير هذه المرحلة كان فيه ضغوط كبيرة وخلي نقول مداخلات من خارج التيار خلت أنه أكي خلاها نجذبها كان فيه مشاريع رئاسية مختلفة كمان ما تنسى كانت بعضها مطروحة مين المشاريع رئاسية؟ لا 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 أنه أنا بس كون مش واتحط لي لقلي بيكون عندي فضول أعرف يعني وقتها عم نحكي 2011 كان ميشيل سليمان تركيبات اللي كانت تحويلها ميشيل سليمان هل قد كان التيار برعية بوقتها؟ كان في قسم منهم على علاقة وثيقة مع الناس بالتيار نعم هذا اللي قدأ إلى ابتعادك عن ابتعادت عن مسؤولية الأخبار والبرامج السياسية أربع سنوات بفترة يمكن 2015 تقريبا عدت إلى إدارة بكنون الثاني 2015 كمان مرة جديدة صديق روي هيشيم اللي منلتقي بشكل جائم اللي بدنا نرجع نعمل التركيبة السيبة تلو مني محمس اللي حتى الجنرال بيتمنى عليك كنت يوم متى أنا بلتقي الجنرال بشكل دوري وثيبت ومرتين بالأسبوع فكمان قال لي أنه عنده هذا التمني لأنه ما تنسى كنا عم نقرب على الاستحاق رئيسي كنا صرنا بالفراغ يعني من بعد حوالي ثلاثة شهر على الفراغ رئيسي فرجعت استلمت هذه المسؤولية في الوقت أنه يعني أعدت إلى هذا المكان أو طلب منك العودة إلى موقع إدارة الأخبار لأنه كان بدون خطاب سياسي أكتر وضوحا يعني بسبب الاقتراب من مؤعد استحاق الرئاسي ولأنه توني شاميه كان كثير الأخبار صارت على الأد يعني ما عد إلى هذه النكهة السياسية فهل الأد كان خطابك صار متميهة مع خطابهم؟ بصراحة ما بعرف شو الأسباب بس خليني أقول لك إيه أنا كان عندي أناعة أنه لابد من خوض معركة وصول العماد عون إلى رئاسة الجمهورية وهذا بالنسبة لأيلي كان أمر معلن وصريح وما بيستحي فيه ولا بيخفيه وصحيح أنا أول يمكن اجتماعي عملته قلت أنه أنا جاي بمهمة هي خوض معركة رئاسة الجنرال عون يعني تخليت عن اللي كنت عم بتجرب تعمله بالتجربة الأولى اللي هو الصوت الآخر والرأي الآخر مزبوط مزبوط بهذه المرحلة لأنه كنت معتبر أنه في مرحلة دقيقة وحرجي ولابد من انتخاب العماد عون لإنقاذ الوضع مما كنا وصلنا عليه ما تنسى كانت بشائر أو نزائر مننا بشائر نزائر الانهيار الاقتصادي كانت مبلشي الفراغ الرئيسي كان صلوا حوالي أكتر كان عم نحكي عن تسعة شهر من الفراغ الرئيسي منذ أيار يعني الفين واربعة عشر فكنت معتبر أنه فيه هلأ مهمة هي انتخاب العماد عون الرئيس فقدت أنت بتلك المرحلة أستاذ جان يعني حتى مش بس كمدير أخبار كصحافة ويمكن كإطلالتك الخاصة هيدا شوي ممكن مش الحس النقدي بس التعبير عن الحس النقدي يعني بتذكر كنت هيك تبينك شخص عوني يعني هاي المرحلة لا مش هاي المرحلة هايديك المرحلة عم نحكي هاي ايه كان صارت عوني الاستحقاق الرئيسي ايه أنا خطته عن أناعة كاملة وبخطاب متماهي كليا متشدد ايه صحيح مع حملة انتخاب عماد عون رئيسة الجمهورية صحيح هذا أمر أعترف به وتندم عليه لك عندي مقولي بحبة من 40 سنة الحقد هو غضب الضعيف والندم هو حجته لذلك أنا لا أندم ولا أحقد بس طب تعتبره خطأ كان لا لأنه وصل نتيجة بعتبرها كانت ضرورية هي انتخاب العماد عون اذا بترجع بتتذكر هايديك المرحلة ما كان عنا بديل المشروع كان بيستحق انه نتجند له بيستحق انه نعتمد الخطاب اللي اعتمدني وانه نقوم بكل الاتصالات علما علما ما تنسى انه من ضمن هذا الخطاب كان هناك خطاب الانفتاح على القوات اللبنانية وصولا الى اتفاق مع عراب الانفتاح على دقيس سعاد الحريض وصولا الى التسوية الزئاسية وبالتالي كان فيه محاول لتجميع كل المقتضيات الوطنية والعامة لانتخاب العماد عون بهديك الفترة يعني انا يمكن عم بسألك من صحافي لصحافي زميل ولكن كنت بتعتبر انه عادة السياسي داخلك لتتغلب على الصحافي او كنت عم بتفكر كسياسي او بشكل سياسي اكتر منه بشكل صحافي إلا كنت عم بتصرف كسياسي اكتر هذا امر صحيح اكتر من الصحافي وكان متغلب هذا البعد على البعد الصحافي البحث اشتركوا في القناة